موسيقى مشاهدين أين مواحيثما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة ونحن نحتفل بالذكرى الواق الحادي والستين لمجازر نهر الصين في فرنسا وإحياء اليوم الوطني للهجرة وقفة أو محطة نستذكر فيها كفاح شعب الجزائري وصفحة من أحلك الصفحات التاريخية في فرنسا الاستعمارية وجريمة لا يمكن أن تسقط بها التقادم مذبحة نهر الصين يوم تطهرت مياه والنهر بدماء الجزائريين هناك في فرنسا وقفة رجل واحد ضد هذا المستدمر الغاشم في هذه التغطية الخاصة التي سننقل فيها الوقفة دقيقة صمتة التي تكون على مستوى كامل الترابي الوطني والممثلية الدبلوماسية والقنصليات للجزائرية في الخارج سنتابعها لحظة بلحظة هنا في الأستوديو والإخبارية الجزائرية مشاهدنا أسعد باستضافة إلى الأستاذ محمد يحي أستاذ وباحث في التاريخ أستاذ أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسهلاً وشكراً على الدعوة أستاذ نقاط ومحاور كثيرة يمكن أن نتعرض إليها في هذه التغطية الخاصة نبدأها كمدخل عام حول المتغيرة الثابت ألا وهو الهجرة والجالية الوطنية في الخارج التي دائماً كانت حاضرة في تاريخ الجزائر سواء قبل نيل الاستقلال أو في فترة ما بعد الاستقلال شكراً على السؤال في الحقيقة الهجرة الجزائرية إلى الخارج أو إلى خارج الديار بدأت منذ وطأة الاستعمار الفرنسي أرض أجدادنا الجزائر سنة 1038 هذه الهجرة هي تقريباً نوعان هناك هجرة طوعية أن هؤلاء الجزائر الذين لم يريدوا العيش تحت وطأة الاستعمار بدأوا في الخروج من الجزائر إلى البلدان المجورة وإلى حتى بلدان شقيقة طبعاً بعد توقف القتال والمقاومة الأمير عبدالقادر وبعد توقف أيضاً المقاومة ليلة فاطمان سومر وبعد توقف المقاومة لقادها أحمد باي والشيخ المقراني طبعاً بعد توقف هذه المقاومات طبعاً كان ظاهر أن هؤلاء الجزائر الذين لم يرضوا العيش تحت وطأة الاستعمار بدأوا في الخروج من هذه الديار خروجاً خوفاً على دينهم لأنه الاستعمار الفرنسي بدأ بالبتش وطمس الهوية الجزائرية والدين الإسلامي وخوفاً حتى أيضاً على اللغة العربية فهاجروا بأرواحهم وبأموالهم خارج هذا الوطن وفيه هناك هجرة النوع الآخر من الهجرة وهي الهجرة القصرية أي بين قوسين اللي هي النفي أن السلطات الاستعمارية الفرنسية منذ الوهلة الأولى منذ دخول الجزائر كل من وقف ضدها من مقاوم ولم تستطع طبعاً تضحي بها أو قتله قامت بنفيهم وهذا المنافي الجزائريين إلى الخارج هناك كثيرة من المنفيون إلى كاريدونيا الجديدة أراضي بعيدة المنفيون إلى كيان في أمريكا الجنوبية وهناك جزر أخرى في المحيط الهادي وفي البحر المتفزط قامت فرنسا بنفيها أوليزين وهذا النوع من الهجرة التي سوف نتكلم عليها في هذا الحصة إن شاء الله شكراً لك على هذا المدخل الشامل ونحن نحيي هذه البكرة العزة على قلوبها الجزائريين أيضاً أستاذ حينما نقول أن هناك نوع من الهجرة الطواعية أو القصرية هناك أيضاً هذه الورقة كيف التفت عليها إدارة المستدمر الفرنسي آنذاك عبر محطات كثيرة يدركها الجميع لو نستذكرها من جديد سواء في توظيف هذه أو الالتفاف على هذا الملك من خلال التجنيد الإجباري أو حتى في أشغال العملة وتوظيف هذه العملة لفرنسا الاستعمارية أنا ذاك كما سبق وتكلمت حول أنواع الهجرة طبعاً قلت لما فرنسا بدأت في احتلال جزائر قامت عدة مقاومات على رأسها مقاومة الأمير عبدالقادر ثم مقاومة حبيد بي في الشرق الجزائري ثم مقاومة فاطمة سومر المقراني ومقاومة شيخ بوعمامة وآخر مقاومة كانت في بلاد الأولى سنة 1916 خلال هذه الفترات كلها طبعاً المقاومة هذه فشلت لعدم التنسيق ولعدم قدرتها موكبة التطور الصناعي اللي كان في أوروبا لأنه في أوروبا كانوا بهم أسلحة هذا اللي اضطر أن هؤلاء اللي خسروا المقاومة مقاومتهم أستسمعكم السيد لأنه الآن يكون تنظيم الوقوف دقيقة صمت على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصرية للجزائر بالخارج كما نتابع مباشرة الآن هذه الصور تصيرون من قصر الحكومة لدقيقة الصمت وذلك بموجب المرسوم الرئاسي إلى قصر الحكومة الصور كما نشاهدها مشاهدنا ترجمة نانسي قنقر في هذه اللحظات هذه الصور التي تصلنا اتباعا من مختلف عبر كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصرية للجزائر بالخارج أو حتى المؤسسات الرسمية هنا في الجزائر وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي قره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 16 أكتوبر 2021 في بات الصدد إذن كما نتابع هذه الصور لنقصر الحكومة لوقوف دقيقة صمت ترحمن على أرواح الشهداء مذبحة نهر الصين نذكر فقط أن الوقوف دقيقة صمت ترحمن على أرواح هذه المجزرة في قصر الحكومة وفي كافة المؤسسات الرسمية دقيقة صمت على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصرية للجزائر بالخارج كما تبعنا من قصر الحكومة أو على مستوى مجلس الأمة البرلمان وكافة المؤسسات الرسمية على مستوى كامل التراب الوطني كما سبق وقلت وأيضا الممثليات الدبلوماسية والقنصرية للجزائر في الخارج أستاذ محمد يحيل لو نتابع النقاش تعليقا على وقفة تعليقا على هذا الوقف ففعل تاريخية لأول مرة توقع هذه الوقفة طبعا تلبية للمرسوم الذي أصدره السيد رئيس السيدة المهورية قبل المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي الذي أصدره والذي فيه وقوف دقيقة صمت في كل المؤسسات الدولة الجزائرية بأرض الوطن وحتى بالخارج بممثليات الدبلوماسية في الخارج طبعا هذا تذكير ما هو إلا تخليد لهذه الذكرى الذكرى تاريخية التي كانت متزارة في باريس وأنه صانعي هذه الذكرى فعلا صانعي هذا الحدث هم المهاجرون الجزائرون واليوم لما نشوف المؤسسات أو التمثليات الجزائرية الدبلوماسية في الخارج لأنه هذه تشرف على المهاجرين الجزائرين الموجودين في هذه البلدان ولا تخلو أظن لا تخلو بلد من بلدان العالم إلا وفيها جزائريين طبعا كما كنا نقول إما هجرة طوعية إما رمباحثين إما رمبأساتذة إما عمال وهذه تفند أو تبين مدى تشابك وترابط الشعب الجزائري سواء بأرض الوطن أو بخارجه بوطن الأم اللي هي الجزائر الحبيبة أستاذ كنا توقفنا منذ قريب قبل أن نتابع تك الصورة المباشرة من مختلف المؤسسة الرسمية لأحياء الذكرى ووقف دقيقة صمت كنا توقفنا عند النقطة التي أسميها وتسميها ويسميها العديد المؤرخين أن هل تفاف الاستعمار على ملف الهجرة سواء من خلال استغلال المهاجرين في ملف التجنيد أو حتى ملف العمال والميز العنصري وكما تفضلت أيضا قضية النفي منذ سنوات الأولى المقاومة بالفعل المستعمر الفرنسي لما دخل الجزائر لم يكن دخوله إليها طبعا هكذا كما كانوا صرحوا في البداية أنهم جاءوا حملة تحضر وتمجيل تحضير وكذا ولكن طبعا في خيرات الجزائر أولا في الخيرات الموجودة في الأرض الجزائرية طبعا استغلوها المستعمر أبشع استغلال لما جاءت فرنسا جابت الجزائرين تهجرهم تنفيهم وفيهم اللي حولتهم من عمالها خدموا في فرنسا في بناء فرنسا ما بين الحربين الحربين الأولى والثانية وفي التجنيد الإجبالي وكانت تأتي بالأوروبيين من أوروبي الشتات من روسيا من بولونيا المعمرين واللي وزعت لهم الأراضي تعلج جزائرين اللي انتزعتها من الجزائرين المقاومين من الجزائر العزل وزعتها لهؤلاء فلاستغلال الأراضي الجزائرية واستعلال الخيرات الجزائرية في نفس الوقت استغلال اليد العامل الجزائرية الشباب الجزائري تم تجنيده إجباريا بمرسوم 1912 اللي تم به تجنيد كل الشباب الجزائريين اللي خدمت في الجيش الفرنسي وصادف أنه بعد عام أو عامين تقوم الحرب العالمي الأولى ونجد هؤلاء الجزائريين الشباب الجزائريين يعملون في مختلف الجبهات دفاعا عن العالم الفرنسي وعن فرنسا وعنوة عنوة طبعا تجنيد إجباري وهذا اللي يدفع بعض الجزائريين أو بعض الشباب أن ذاك إلى الفرار من الخدمة سواء في أرض الوطن ما لا تحقوش بالقيطار أو بالباخرة اللي كانت تشحنهم إلى فرنسا فبدأت الهجرة من هذا التاريخ ثم أنه في هذا السنة 1912 أيضا فرنسا كانت محتاجة إلى عمال عمال يخدمون للمجهود الحربي في المصانع التي تصنع السلاح في المصانع لإنتاج الغذاء في فرنسا فقامت بتهجير نحو أو أكثر من 5000 مهاجر تم تهجيرهم سنة 1912 من العمال الجزائريين هذا خارج المجندين فراحوا إلى فرنسا للعمل في المصانع الحربية وفي المصانع لدعم المجهود الحربي الفرنسي فهنا تقدر تقول بالهجرة بدأت طابع رسمي أن فرنسا بدأت تهجر الجزائريين للعامل والتجنيد الإجباري ثم في الحرب العامية الثانية أيضا كل السنوات كان يزداد أو يزداد العدد المهجرين الجزائريين طبعا للعامل في المعامل وفي المزارع الفرنسية طبعا الهجرة ما كانت فقط من الجزائر كانت من بلدان المغرب الثلاث أو الأربع من تونس من المغرب وحتى من موريطانيا ومن بلدان أفريقيا اللي كانت خاضعة الاستعمال الفرنسي وكلهم ساهموا في نجدة الاقتصاد الفرنسي بالخصوص في الفترة على الحرب وحتى ما بين الحربين ولكن أستاذ صحيح كلامك ولكن حينما نعود إلى ذكرى الحادية والستين لمجزرة نهر الصين نعلم أن هذه المجزرة كانت بعد أيام قلائل من فرض ذلك الحصار وحضر التجوال على الجزائريين دون غيرهم دون غيرهم من المهاجرين الأفارقة أو العرب الذين كانوا هناك في فرنسا بحيث أنه سمحت لتجوال لمختلف المهاجرين من جنسيات أخرى عدى الجزائريين وهو مدى فعال في ديرالية فرنسا الجبهة استحلال الوطني للدعوة للتظاهر السلميا في باريس بالفعل هذا يسمى بهذا الحذر التجوال العنصري السافر الذي أصدره رئيس شرطة باريس موريس باطون ليكون في علمكم أن هذا موريس باطون كان سباق له وأن عامل كضابط شرطة في سكيك دا وفي قسنطينا وله عقدة من الجزائريين لأنه لما كان في الخدمة هنا في الجزائر قبل الثورة طبعا كان في الـ 48 و 49 يخدم بين سكيك دا وقسنطينا كان الضابط صغير كان أظن نقيب ثم ترقى إلى كوماندار كان تعقد من الجزائريين لأنه تعرض مرة أو مرتين لمحاولة اغتيال من الجزائريين وهذا اللي خله يتحامل على الجزائريين لما بدأ رئيس شرطة باريس وليبريفيت بوليس دو باري رأهو كما الوزير الداخلية تقريبا يعني من تحت سرطة وزارة الداخلية فكان يشمئز لرؤية الجزائريين بالخصوص وأنه هذا القرار تفرض الحصار على الجزائريين دون غيرهم جاء بعد أن الثورة الجزائريا انتقلت إلى فرنسا لنعلم أن الثورة الجزائرية وهذه سابقة في العالم وفي التاريخ أن البلد المستعمر المستعمر اللي هو الجزائر نقلت الثورة تحيي إلى بلد المستعمر وكانت هجومات 25 أوت 1958 على عدة محطات بعدة مناطق في فرنسا تقريبا الثورة انتقلت من الجزائر إلى فرنسا لإرغام فرنسا على الرضوخ والتفاوض مع الجزائريين هذا موريس بابون نتيجة هذه الأحداث أو هذه العملية اللي قام بها جبهة تحرير وجيش تحرير طبعا الجبهة التحرير اللي كانت تنسق في فرنسا واللي كانوا يسموها الولاية السابعة أيضا هناك بعض الأدبية التاريخية للتصف فعلا فعلا كانت ولاية سابعة لأنه التقسيم في حسب مؤتمر الصمم هنا في الجزائر قسم الجزائر إلى ست مناطق الجنوب الجزائر هو السادسة والولاية السابعة في فرنسا لأنه مدام الثورة انتقلت إلى فرنسا والعملية الدات تطعوا بلدان ومدن فرنسا ومناطقها فسميت بولاية وفعلا كانت فيها كانت فيها مدارة التنسيق وكانت فيها ومدارة التنسيق وحتى الاشتراكة داخل الشركات وجمع الأموال جاء على هذا الغرار جاء هذا حضرة تجوال تعمل سبابون غير للجزائريين لأنه على بل الجزائري اللي يمفيها ثورة وللتذكير فقط أنه المصادر تذكر أنه فاق عدد المتظاهرين السلميين الـ 65 ألف متظاهر جزائري تقريبا كل الجزائريين اللي عندهم كما يقولوا نحن النيف كلهم خرجوا نساء وشيوخا وأطفال المرأة اللي يتراضيعتها كاللي بالراضيعتها خرجاته في رابوسات خرجاته الشيوخ الكبار ثم أنه جبهة التحرير لما أعلنت عن تعبئة لمناهضة ولي الثورة على هذا الوقف حضرة تجوال العنصر اللي قلت اللي داروا مورس بابون نصحت وشددت على المهاجيلين أن لا يخرجوا حتى ولو كما قلوا هنا فرشات فرشيطة أو سكين صغير كانيف ماشي موس كبير سكين منذ صغير تعالى المطبخ حذروهم قالوا ردوا بالكم واحد مع انتهم وغضاء هارس المياه وللعالم أجمع حتى العالم يشوف بأنه الجزائرين هذو متحذرين ورغم في بلاد أجنبي في بلاد ضيف الدحم ورام يأكلوا منه الخبز فمن الصحوم يخرجوا في مظاهرة سلمية باش يبينوا للعالم بأنه الجزائرين هذو متحذرين وسلمين ولكن لتدوير القضية وليظهر وأنها كانت في مرحلة طبعا كانت في المرحلة إدراك الرأي العام العالمي كانت في المرحلة الأخيرة من المفاوضات اللي كانت تجري في الأمم المتحدة وفي غيرها من الله ثم أنه رغم هذا نجد أن هذا موريس بابون أطلق العنان لشرطته العنصرية كما هو الذين قاموا بالبتش وبسفك دماء الجزائرين وقاموا بيرميهم في نهر السين أحياء كبلوهم من رجليهم وربوهم كان لعدموهم هاكا قصرين كان لليومنا كان بزاف ضحايا اللي ما زال ما مش معروفين على ذكر موريس بابون يعني يجب أن ندرك أيضا ونؤكد أن الجريمة هي ملتسقة بالإدارة الفرنسية الاستعمارية وليس بشخص موريس بابون لأنه هناك بعض المحاولات لتحامل وإلساقتهم فقط على مستوى فردي وليس على مستوى الإدارة هذه السلطات الفرنسية لتهرب من الجريمة ولعدم الاعتراف حتى باش ما تعتعرفش ركبوا رباو الحم داروا هذا كما قلوا لبو كوميسير تحم في كابش فيدا رجعوا موريس بابون والشرطة وقالوا حوادث معزولة أنه فقط موريس بابون دار هذا كذا ثم أنه الشرطة قتلت لأنه ظهروا بعض الشرطة هذه الروايات أو هذه المحاولات لم تكن فقط في سنوات الستينات أو خلال الثورة وإنما حتى أنها كانت استمرت حتى بعد مثل إلى اليوم إلى اليوم دليل أنه جرمة في آخر المحاكمة على أنها جرائم حرب يعني كانت بعض القراءات تحاول أن تقول للرأي العام سواء داخل الجزيرة أو في أوروبا أو العالمي بأنه هي جريمة مرتسقة فقط بهذا الشخص موريس بابون هو هي السلطات سياسية الفرنسية طبعا للتهرب ونكران هذه الجريمة وعدم الاعتراف باش ما يسبب لاش الإحراج وتعترف لسقو التهمة في هذا الكبش الفيدالي هو كما قلنا موريس بابون قالوا هو اللي دار أكتوف حتى المحاكمة خلوا هي خضع المحاكمة طبعا محاكمة ثم أنه قالوا الشرطة الشرطة أمور معزولة أنه الشرطة استشاط غلاب أنه دار كذا ولكن هي من يكن تجيه الأوامر هذا طبعا من الوزارة التيعو اللي هي وزارة الداخلية واللي ثم من السياسية الكبار من الإليزي حتى أنه المؤرخين على غير مثلا يحضروني هنا جيل منسيرون جيم هوز نايل ماك ماستر البريطانيين جون لوك أينودي كأول جون لي كونودي هذا أول من كتب هذا جون لي كونودي مؤرخ نازيه أو توفى على كل حال قبل سنوات أريد أن أقول فقط وأترك لك اللان مجال كل هؤلاء أجمعوا على أنها جريمة الدولة بإمتياز فعلا فعلا هي جريمة ثابتة جريمة الدولة ورغم كل التمروصات الفرنسية من هذا ولكنها شاهدون من أهلها هذو مؤرخين اللي يذكرتم جيل منسيرون مثلا أو ما زال قيد الحياة هذا جون لي كونودي هو كان أول من عاش هذه الأحداث وكتب عليها أول أظن أول كتاب يوصف الأحداث ميدانيا وعلى غيرها هذا الكتاب أصدر فيلم لأحد الجزائريين المغتربين ابناء المهجر في سنة 2009 أظن 2011 أصدر فيلم توثيقي وأظن جزائري شافته وشفناه في الجزائري هو جون لوكاينودي يصف يعني شهادته حول معاشه وعيشه من جلائمها لفرنسا الاستعمارية ضد في حق الجزائريين المهجرين وأيضا يقول أن هذه البشعة ليست فقط متوقفة عن الفعل في وقته في ظرفيته التاريخية وإنما أيضا ما يتبعه من محاول تسطر على الجريمة في سجلات الطب الشرعي للمستشفى لأنه حتى يفهم المشاهدين الذين يتابعون الآن سواء من داخل الوطن أو من خارج الوطن على الإخبارية الجزائرية أنه المستشفى الذي يطل على نهر الصين كان الأطباء هنا نقول ما يشبه الأطباء والعاملين على تسطر على هذه الجريمة ينقلون الجثث ويرمونها من شرفات المستشفى المتلعة على نهر الصين إلى نهر الصين حتى تمحى آثار الجريمة يقول أيضا أنه حتى أنه تلونت مياه نهر الصين بدماء الجزائرين بينما الرواية الفرنسية تحاول أنه تخفض أو يعني تقلل من حجم الضحايا في حدود أربعين فقط يعني هذه المفارقات دائما في كل جرائم في فرنسا في الجزائر سواء في أرض الوطن أو حتى هذه الجريمة متزارة باريز كما يسموها الماساكرا باري في 17 أكتوبر 61 حاولوا التسطر بكل شتى أنواع طبعا هؤلاء هم قلوا من العدد هكتوه هكتوه الجزائرين تقريبا كل جزائرين كانوا فينا واحي باريز وحتى خارج باريز التحقوا بالمظاهرة وقدروا يصروا حتى قلب العاصمة وسحاتها وشوارع الكبرى وهذا المتزارة كانت رهيبة لأن الفرنسية لقاوا غرضهم ولقاوا جزائرين عجوزة ولا شاب صغير ولا طفل صغير ولا رضع طبعا رفسوهم وضربوهم وقتلوه هذا بشهادة الإعلام الأوروبي يقول أنه تصل إلى 65 ألف متظاهر تظهروا سلمية في شوارع باريز تلبية لنداء في ديرالية جبه التحليم الوطني في فرنسا أستاذ أيضا جيل منصيرون في كتابه الصمت الثلاثي إزاءة مجزرة كنا تحدثنا أيضا من قبل أنه يتكلم عن الصمت المنظم للتسطر على الجريمة فعلا فرنسا تضعنا في المشهد أن هذه الجريمة حدثت في بيئة دولية أو رأي عام عالمي يناقش شيئا فشيئا بوتيرة متصاعدة لقضيتها الجزائرية سواء على المستوى المؤسسة الرسمية العالمية أو حتى حديث الإعلام الغربي لا هي الجريمة الوقت الذي وقعت فيه كان وقت حارج بالنسبة لفرنسا لا تنسى أنا في 61 والمفاوضات التي كانت جارية وتتقطع بين الجزائر بين جبه التحرير أو ما يسمى بالحكومة الموقعة لأن فرنسا لا تحترف بالحكومة الموقعة كانت تقول أنه يفاوض في جبه التحرير ولا جيش تحرير ولكن المفاوضات كانت معا وفد الحكومة الموقعة ذهني الإستعمالية دائما 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 عندهم هذا النقط ثم والحكومة الفرنسية الفرنسية اللي كانوا يفاوضوا سواء في إيطاليا أو في مصر أو في سويسرا وحتى على التراب الفرنسي ثم أن القاضية الجزائرية قد دأوبت عرضها في الأمم المتحدة على الجمعية العامة في المتحدة والعالم كان يسمع والجزائر الثورة الجزائرية كانت عندها صادة في كل العواصم الشقيقة تعدول الشرقية بالخصوص والدول العربية الشقيقة والصديقة اللي كانت تتنظم أسابيع ثقافية وأسابيع تعريفية بالثورة وكانوا يجبعوا فين خلالها التبرعات والأموال ويجبعوا حتى الأسلحة للدخول إلى الجزائر هذا من جانب ثم أنه الفرنسا لما تتسطر على هذه الجريمة تلقىها تقلل من عدد الضحية ثم حتى التزوير في الملفات الرسمية في المحاذة الرسمية كما قلت في المستشفى ما يروحوش يسجلوه لأنه لا يسجلوه في المستشفى ها تبقى وثيقة دامغاء أنه هذا السيد توفى بطعنة أو برصاصة أو بكذا ولكن هم ما حبوش يسجلوه مرموهم في نهر السين ثم أنه حتى الأرشيف الشرطة اللي الآن ربما نفتح قوس اللي أنا نشكك فيه الأرشيف الفرنسي أنا اللي نطعن فيه لأنه بعض المجازير بالخصوص هذه الجاربة 17 أكتوبر وكذلك مظاهرة 8 ماي 45 بيستيف الإجراءات على أرض الوطن أنه في الأرشيف الفرنسي وأرشيف الشرطة وأرشيف الجيش ما نقلوش الحقيقة عدد ضحايا كبير ولكن هم اتلقاهم في الوثيق لما نجيب الوثيقة الآن كباحث أو كأستاذ والجيل بعد 50 عام و60 عام لما يلقى الوثيقة يلقى عدد ضحايا قليل وهنا يضطرب نحن الجزائر قورى بأكملها أبيدت المتزارة هذه من 65 ألف عدد ولكن هي هات يعني أن يستطيع الجلد وأن يطفي الجريمة أيضا مثلا الأدبيات والمصادر التي تجرن فرنسا الاستعمارية بهذه الجريمة وغيرها يعني كانت لم تتوقف مثلا في ما قبل العقد الأخير صدر كتب كتاب عفوا بعنوان الجزائريون الجمهورية ورعب الدولة كتبه البريطانيين المؤرخان جيم هوز ونايل ماكماستر يصفان المجزرة بأنها أعنف قمع الدولة في شارع واحد في أوروبا في تاريخها المعاصر في تاريخ في القرن العشرين العشرين عفوا كانت دول الأوروبية تعرف ميلاد الديمقراطية الحديثة ومفاهيم الديمقراطية وحق الإنسان ولكن فرنسا باعتبارها كانت يعني دول الحاضرة بقوة في ذلك الفضاء الأوروبي تقع في داخل ترابها مثل هذه الجريمة لأنه فرنسا ما كانت حبة تعترف بالثورة الجزيرة أصلا لأنه لو نرجع شوية إلى الوراء عند اندلاع ثورة تحريرية الثورة تحريرية دلعت بعدها نشر بيان إلى الشعب الجزائري هذاك البيان اللي في البيان لما نقرأه نلقى البيان صح قال رح نثور الأوضاء ونغير الأوضاء في الجزائر ونحر العقل الجزائري ولكن إذا فرنسا إذا الطرف الآخر اللي هو فرنسا إذا مد يد السلام فنحن قابلون بالسلام اليوم الموالي وزير الداخلية الفرنسي اللي هو كان يسمي هذا الأحداث ما يسمى بالثورة تحريرية أو اندلاع الثورة الجزائري على أساس أحداثه ديتروب الداخلية داخل التراب الفرنسي جاء سألوه الصحافة مثالك لما بعد ما زار المنطقة على الشرق وكذا جاءوا الصحافة ليه يا سيمي تيرون كان مي تيرون اللي بعد يقول لي رئيس فرنسا بعد الستقلال قالوا له هذا حزب البيان تحضر الثوار اللي يسمون روحهم جبه التحرير هم يقولوا إذا فرنسا مدت يد المفاوضات رانا قابلين المفاوضات منكملوش في الثورة هذه قال لهم المفاوضة الوحيدة معهم هي البندقية وفوة البندقية وسوف أطلق النار على كل هذه الفلاقات كما يسمونهم والخارجين على القانون هذا الجواب العقدة في العقدة والدهنية في السمارية الحاضرة دائما كيف بعد سبع سنوات من بعد أو ست سنوات من بعد في الواحد وستين سبع عشر أكتوبر أنه فرنسا كانت دائما رغم عرض القضية للمحافل الدولية وفي كل المحافل في الخارج فرنسا كانت دائما تخرج الورقة تحامة تنسوشية فرنسا من دول الستة العظمة في مجلس الأمن كانت دائما تحتج وتقول هذا نزاع داخلي هذا شأن داخلي وترفض أي دولة تتدخل في هذا الشكل الداخلي على أساس مساعدة وعلى هذا المظاهرة أيضا كانت تتصنفها من هذا الخانة رغم أنه العالم كله شاهد عليها لا تنساش فرنسا رأي عاصمة عاصمة العالم ومحبوبة العالم الأمريكاني باريس يجو لها فالصحافة العالمية كلها متوجدة رأي بلاد الفن وهذا اللي ساعد في الجزائري اللي ساعد في الثور الجزائري أنه انشر الصورة تعالج جزائري للمسلمين اللي سقطوا ضحايا تحت ممارسات عنصرية فرنسية وهذا اللي شجع الثورة واللي سارع إلى حسم المفاوضات وإلى استقلال الجزائري فيما بعد حتى أنه التقلب في المواقف والالتفاف محاولات محاولات الالتفاف على هذه الجرائم يعني استمر بدلل أنه مثلا حتى المؤرخين مثلا بين ياميس طوراي في 2012 كان من أبرز الشخصيات التي كانت تنادي بالاعتراف بهذه الجرائم وبالتنديد بها أستاذ هما المحاولة التي تقدر تقول دارها أنه راحوا داروا نصب تذكاري على نهار السين وراهما العام 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 اللي فتاك شفت الرئيس الفرنسي وربما حتى اليوم يروح يدي باقة ورد ويضحى على أساسها رامن دمانين ولكن الاعتراف ما زال ما متحققش وهما الاعتراف الخوف من الاعتراف أظن حسب ظني رامن خايفيني لكن الاعتراف وتساحبه تعويضات مثل مثل ما وقع لألمانيا مع اليهود مع إسرائيل ولما وقع بين إيطاليا وليبيا وكان بعض الدول أخرى كما ألمانيا ودولة في بوتسوانا أظن في جنوب فريقيا اللي عوضوهم وأخير تبعته إجراءات فرنسا هذا أظن الخوف تحامل هذا ولكن الجالية حينما نشاهد اليوم إحياء هذه الذكرة والوقوف دقيقة صمت نذكر فقط أنه الوقوف إقرار أو قرار الوقوف دقيقة صمت في هذه الذكرة كانت أقرها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون 16 أكتوبر 2021 هذه يعني الإصرار والتمسك بالذاكرة وبأنه بالمطلبية نلاحظوا أنه أيضا رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون العام الماضي كان قال أنه التاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف ولا يمكن تزييفه الجزائر كرمتها لا تباع وجرائم فرنسا لا يمكن محوها بالكلمتها الطيبة يعني في المجمل أنه لا يمكن أو جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم أستاذ فالجريمة مهما كانت سواء هذه الجرائم التي تقبتها فرنسا بالجزائر أو جرائم أخرى الجريمة لا تتقادم ولا تسقط بالتقادم وتبقى قائمة إلى ظهور الحقيقة وإحنا في هذا الجرائم فرنسا صاره ناكرة فعلها هذا الشنيع الذي درته وهذا زعمته هربا وهربا إلى الأمام وكتوف ربما حتى في السياسات وفي الاقتصاد تلقاهم ويتحاولوا ولكن تاريخي يبقى تاريخ الجرائم لا تتساقط حتى أنه تاريخ يسجل مثلا على مسور الرؤساء الفرنسيين مثلا فرنسو أولند الرئيس الفرنسي السابق في خلال حملته قبل أن يعتلي سدتها الحكم كان يشير إلى الاستعداد الرسمي للاعتراف بمختلف هذه الجرائم ولكن هذه حبلة في الحبلة حبلة رغم أنه هناك مؤسسة عديدة والسد نذكر بها في فرنسا مؤسسة حقوقية ونقابية كانت دائما تدعو للاعتراف بتلك الجرائم خاصة مثلا فيما يخص ونحن اليوم الوطني الهجرة والدخرة الهدية وستين بمجازر مجموعة الحقيقة والعدالة كان طالبت من قبل الرئيس فرنسي فرنسوا هولوند بالاعتراف بجريمة الدولة يعني اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان سبق وأن اعتبرت مسؤولية هذه الجرائم تتحملها العديد من مستويات الدولة الفرنسية العام الماضي أيضا ورابة ستين جمعية وعشرين نقابة أو عشر نقابات فرنسية تطالب أو تدعو لإدانة المجزرة والتظاهر في باريس تزامنا والذكرى أيضا يعني كانت هناك دائما الحركة الجمعوية من داخل فرنسا وشهد شاهد من أهلها أنها جريمة لا تسفق هناك صحوة فعلا صحوة لدى الفرنسيين بالخصوص المثقفين منهم وهذا ظهر حتى في وقت الثورة التحريرية وفي وقت هذه المظاهرات من جولي كينودي كان حاضر كان ذلك الوقت طالب أظن في الجبيعة وحضر وكتب على هذه المجازر وهذا الوقت هذه المظاهرات وهذه المتزارة التفى من حولها الكثير من الثقافين الفرنسيين وحتى النخبويين النخبويين طبعا وفعلا لأنهم الفرنسيين في بفرنسا ما كانوا تسامعين بالثورة أو بالحرب اللي الدائرة في الجزائر يستمعوا بالحرب في الجزائر ولكن ما كانوا شايفينها ولكن لما الثورة انتقلت إلى فرنسا ثم أنه عاشوا هذه المتزارة وعاشوا القمع البوليسي والقمع السلطة والمسلطة على الجزائر العزل والنساء والأطفال فما لفعلا الشعب الفرنسي استفاق وناضط كثير من الجمعيات وكثير من التنظيمات وكثير من المظاهرة تعاقب هذه المظاهرة ضد السياسة الفرنسية في الجزائر ولإقاف الثورة في الجزائر على سبيل المثال نذكر اتحاد النقابات العملية الفرنسية على سي جي تي سي جي تي هذه وهي أكبر نقابة الفرنسية إلى اليوم وربما هكتشوف هذول يامر في إضراب في معامل تكرير البيترول هذا الوقت المظاهرة سترة في السبع عشر هما يوم عشرين داروا أيضا وقفة احتجاجية وداروا إضراب مساند لهذا المظاهرة ترد على القمع لسلطة البوليس الفرنسي وفيها أيضا جمعيات أخرى من ذلك الوقت بتتنشط إلى يومنا والآن نميطالبوا بالاعتراف والاعتراف أيضا هناك بعض المواقف التي تم تعرض وتستغرب حتى التناقض الذي يلازم التصرفات الفرنسية الرسمية مثلا في تخصيص فقط يوم تكريمي إذا هذه الذاكرة يلي بأيام فقط يعني ببضعة أسابيع تخصيصها أيضا يوم تكريمي الخامس وعشرين سبتمبر ليوم المجندين ما تستميه من المجندين المجندين هما والحركة كما نسمون حناية بالفعل بالفعل بالتالي التناقض الكيل بمكيالين هما هذه هي فرنسا قلت نرجع لسؤالك مقبل السياسيين الفرنسيون كل سياسي بالخصوص رئاسة الجمهورية لأنه منصب منتخب فكل رئيس جمهورية أو مترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية إلا ويزور الجزائر كأول محطة دائما يزورها لجمع الدعم من الجزائر هذه وحدة طبعا ويغازل الجزائر باللي راح نعترفه ورحين والاستعمار كان وكان وفي نفس الوقت للحصول على أصوات هؤلاء الجزائر لأنه أدى الجزائر الآن في فرنسا بالملايين وراء عندهم الجنسية الفرنسية يملكون وعندهم حق التصويت وهو لمغازلة الجزائر وأبنائها بأرض المهجر بفرنسا حتى يحصل على المنصب الذي يصبو إليه سواء رئيس الجمهورية أو ربما مير أو ربما حتى دي بيتي بعض النواب الفرنسيين يزوروا الجزائر طبعا لأصولهم كذا حتى يحصلوا على هذه الأصوات فقط وهي مغازلة ولكن لما يعتلي المنصب هذا رئيس الجمهورية طبعا كما كان هولوند ولا ساركوزي ولا ماكرون جاكشيرك حتى جاكشيرك كلهم كلهم ونرجع نقول لك حتى دوغول دوغول اللي عاش الثورة واللي قمع الثورة واللي عدد الشهداء الثورة تحرية كان في عهد دوغول للأسف كان بعض الناس ما زال يعتبروا لأن الاستقلال وقع في فترة تعد دوغول لما كان رئيس الجمهورية الخامسة يقولوا بلي كل ما شهد دوغول ما دين استقلال ولكن أنا نقولهم يصحوا ويعودوا يقرؤوا التاريخ ويشوفوا عدد الضحايا من الجزائر عدد شهداء عدد هذا اللي دي سباريك في اسمهم المفقودين اللي كان العدد الكبير تحرم في الفترة اللي حكمها دوغول 58-62 لأنه عدد شهداء اسقط 58-62 في العملية الكبرالي دارها الجيش الفرنسي تحت قيادة الجينار دوغول اللي جاء لإنقاذ فرنسا ولكن لما فشلت سياسته وفشل حتى جيشه لأنه ما تنساش الثورة الجزائرية يبان الحرب في السنوات الأخيرة من 58-59 ورغم دعم الحلف الأطلسي لها لذلك الوقت الحلف الأطلسي كان يدعم بطائراته وبدباباته وكان في الجزائر أنه فرنسا كان تخسر يوميا حوالي زوج ملاير أونسين فرون يعادل الآن 22 مليار بالعملة الحالية بالأورو الحالي وهذا اللي خلى اقتصاد فرنسا ينهار وهذا اللي خلى فرنسا تركع وتطعط رأسها وتتفاوض مع عجب التحريض كما كنت تقول هي مع الحكومة هذه حقائق لا يمكن تغطيتها ولو كان مصادرها سواء رسمية أو حتى في حدث التدريف كان دراسات وهم باحثين اللي أصدروا هذا الشيء المهم أيضا أن السياسة الرمزية سياسة الرمزية أيضا تدل وتؤكد مرة تلو الأخرى أنه لا تمسك بملف الذاكرة وأنه هذه الجرائم لا تسقط بالتقل كما سبق وأن قلت حينما نتحدث عن المهاجرين كما قلت أنه صنفان من المهجرين أو المهجرين مهجرين أو المهجرين يعني قصرا وطوعية هربا من البتش الاستعمار ونحن نتحدث عن سياسة رمزية ودلالتها في التمسك بهذا الملف أيضا مثلا في الخامس جويلة 2021 رئيس الجمهورية حينما دشنا الجدارية المخلدة لجزائرين المنفيين من طرف نصر الاستعمارية في أقاصية الأرض سواء من كاليدونيا الجديدة إلى قويانا وأنت تعلم إلى أقاصية الأرض فتدل على أن الجزائر ثابتة على هذا الموقف كمستوى أول والمستوى الثاني أن الجالية الجزائرية أيضا متمسكة بجذورها بجذورها فأنا لا لا فعلا كما قلت هذه خصلة لم نشهدها من قبل الحمد لله في الجزائر الجديدة هذه في الحكومة في حكومة أو في الجمهورية التي يرأسها الرئيس عبد المجيد تبون بن قوسين ناصره الله كما يقول ذموانا إن شاء الله لأول مرة نشوف التفاتة وصحوة إلى الذاكرة وإلى التاريخ للرجوع للجذور لأنه تاريخ الجزائر هذا وتاريخنا رأوا تاريخ مجيد وتاريخ أبطال وبطولات وتحدث يعني أو معالجة مختلف هذه الملفات بمبدأ الندية ويعني بالفعل بالفعل لأنه الآن لما نسترجع التاريخ ونعرف تاريخنا لكن إحنا شبابنا وأجيالنا رغم أنه رأنا ندرسوا هذا التاريخ في الابتدائي في الثانوي في المتوسط حتى في الجميع وللأسف كان هناك مغاور في التاريخ كان أمور ما نعرفوهاش لكن شبابنا هذا يقرأ تاريخه ويفهم ليح تاريخه ويعرف بالإجداد ويكون أبطال وبكانوا عاشي بللحهم هنا في الجزائر منظر لشأنه يفكر في الهجرة بتات بالعكس الآن الجذور الأصلية بالنسبة للمهجرين عندنا جزائريين تقريبا في أقاصي البلدان في كاليدونيا الجديدة هذا كاليدونيا الجديدة رأيتم وعد على الجزائر حوال 22 ألف كيلومتر لو كانت تروح بالطيارة تدير 24 ساعة وال22 ساعة بتوصل بالباخيرة ذا كل الوقت كانوا يدوم 6 شربة يوصلوا جرابتهم فيما هذو المقاومين اللي وقفوا ضد فرنسا وبقوا فيما واختالتهم على الشعب هذه كرة الآن وما زالوا محافظين على الجزائريتهم وكان منهم اللي تعلم حتى العربية وفيهم سنوات سابقة في 2004 و2009 و2012 الجزائر شجعت هؤلاء ودرت لهم رحلة جابتهم زاروا البلادهم وعرفوا كاللي عرفوا حتى جذورهم في الشرق وعدست فقطوا أنه أيضا كاميرا تلفزيون رفقت هذه العمليات لا لا فعلا كانوا حاضرين ويسمى بالعودة ورجعوا وعرفوا أصولهم ويبقوا على اتصال ولكن حبذاهم طلبوا أنهم منذبهم يرجعوا يزوروا بلادهم ويبقوا جزائرين هناك جزائريون في أمريكا الجنوبية اللي كانوا يسجنوهم ويبعثهم إلى حبس كايان كايان هذا جاي في قويانا الفرنسية هذه البلاد قويانا البريطانية وقوني الجزيرة قونيان الفرنسية اللي منها يطلقوا ما يسمى المحطات تاريان الأوروبية المحطة الأوروبية من وقعها فيه كثير بالجزائريين ومسلمين ومازال شدين في إسلامهم وحتى في عربيتهم فيهم جزر أخرين في شرق أفريقيا في جزر مايوت في بعض الجزر البحيطة بأفريقيا فيهم في بلدان أفريقية في بلدان عربية كان الجزائريين للتنفى وطواعية كان الآن في لبنان كان في فلسطين كان في العراق كان في سوريا كان في تركيا ووصول جزائريين ولما الإنسان الباحث يبحث تلقى قبور وعلماء جزائريين ماتوا في الأسقار الشوهد كثير على بشعة الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين خاصة حينما نتحدث عن ملف المهاجرين طواعيتنا وقصرا كما قلت أيضا حينما نتحدث عن سياسة رمزية ودلائل على التمسك بهذا الملف سواء على المستوى الرسمي أو حتى مستوى الجالية نتذكر أيضا محطة أخرى هي استرجاع الروفات رفات المقاومين أو قادة المقاومة الجزائرية رحمهم الله رحمهم الله يحصل للشرف أني حضرت دفنهم في قبرة العالية عن ذاك وفاني هذه خصلة قلت بعد ستين سنة تقريبا ستين سنة بس رجعناهم بعد الاستقلال هؤلاء المقاومين والشجعان الذين وقفوا ندا لفرنسا ورفضوا أن تداس أوطانهم فرنسا كانت أن ذاك تحزوا رؤوسهم تقطع رؤوسهم ودوا هذك الرؤوس طبعا هم الجثمين بقات هنا في الجزائر أما رؤوسهم ادواهم كانوا يديرهم التشريحات ويدرسوا فيهم هذه المعلومة لما كنا طلب في قسم التاريخ سنة 83 أظن الدكتور سعد الله رحمه الله هو كان أول شيخ المؤرخين المؤرخين كان أستاذي رحمه الله كان حكا لنا عليهم وذلك الوقت احنا كنا طلب وإذا به فعلا تحقق الحلم هذا كان يقولنا ذلك الوقت كان 11 رأس وإذا به كان ألاف الرؤوس كانت موضوعة في متحف الإنسان بباريس وشوف العنوان تأو متحف الإنسان وفيه طبعا ما شغل الجزائريين في حتى من بلدان كل بلدان اللي استحمرتها فرنسا جابوا رؤوس جابوا حيوانات وجابوا أشجار وجابوا الأشجار طبعا غرسوا في الحدائق ولكن الحيوانات والرؤوس كانوا يقوموا عليهم بدراسات لمعرفة لأنه كانوا يشوفوا الجزائري هذا الشجاع الفرنسي جايوا بمدفع ولا بدبابة وتلقى هو ملاقلوا ربما بندقية وبمذرات كما يقولوا وملاقلوا فكانوا يحوسوا يعرفوا طبيعة هذا الجزائري واش كان في دماغه لأنه هذك الرؤوس جمعوهم كامل أطباء تقريبا أطباء اللي بدهم في فرنسا وقاموا بدراسات عليهم الدراسة ما نشعر فيه وين راحي واش دالوا فيهم ولكن خلوهم كيف فرغوا كملوا الدراسة أين ما كانت نوع الدراسة جريمة فتبقى جريمة تبقى جريمة والآن احنا رجعنا حوالي 24 رأس وما زالت رؤوس أخرى ما زالت رؤوس جماجم أخرى في فرنسا وما زال تراث أيضا ما زال عندنا مثلا أشياء متحفية كما متحف مدفع بابا مرزوك اللي رأى موجود في ساحة بريست احنا كان هنا موجود في الجزائر هنا في ميناء جزائر واللي كان يسمى هو الحارس الأمين للجزائر العاصمة وفعلا ما كانش الأساطيل تقرب لأنه كان يضرب المدفع هذا المدى المدى أكثر من 6 كيلومتر فكل أسطول أو كل باخرة أو سفينة تقترب تكون عدو تقترب إلا وقذافها وفرنسا قامت بأسر هذا المدفع مباشرة في 1330 ودوه ومجموعة من المدافع وذلك الوقت كان مدفع عملاق كان سلاح كبير يقولوا خدموهم بتقنية إيطالية وأنه ودوها لفرنسا وكيفش تعبير راحلي أنه باش يعذبوا هذا المدفع لأنه كان ممدود في هذا الشكل مباشرة لعرض البحر لضرب السفن هما راحوا في بريست حطوا هاك ديروا لقاعدة وبنوا هاك بل هذا المدفع ما زيش تيري ما زيش قرص رمع عذبين حتى المدفع وأسرينه وراء تجري إن شاء الله إن شاء الله نستعدوا فيه توحف وفيه وكنز الجزائر الأموال اللي صدروها من خزينة الدائي هنا في الجزائر الذهب والفضة وكذا والديون اللي نسألوها لهم المهم التاريخ هذا على المليح وجميل أن نستعيد تاريخنا ولا ولا ننسى ذاكرتنا فالذاكرة لازم الشعب الجزائري كامل يعرف ذاكرته يعرف بلي كان غني ويبقى غني ورأسه دايما مرفوع إن شاء الله أسد أيضا يجرنا الحديث أو هذا الحديث يجرنا أيضا لتعرض لنقطة أدوار المهاجرين الجزائريين خلال سنوات الثورة التحريرية أو ما قبلها يعني كانت ذخر للحركة الوطنية في الخارج بالفعل هذه فيه دراسة قلت لك كان دراسة دالها وحد الباحث أظن ألماني صدرت ثماني نت ورأي كانت ترجمة منهارة موجودة لأنه كتاب هذا طول به ترجمة لأنه دار دراسة دكتورة حول الاقتصاد اقتصاد الثورة الجزائرية وحنا ما أحواجنا إلى هذا لأنه دراسات اللي اندارت في الجامعة الجزائرية تقريبا دراسات تاريخية سياسية ما كانش دراسات اقتصادية أو اجتماعية حول الثورة المهاجرين أنذك بعد ما تهيكلوا بعد مؤتمر الصمام بعد ما وصلت الهيكلة إلى تراب الفرنسي وبدأ المهاجرون في جمع التبرعات وجمع الماءونة وإرسالها إلى جبهة التحرير الوطني طبعا منهم الأموال هذه كانت مصدر كبير فالجزائر الدولة الوحيدة نقدرون صح ربما في بداية الثورة جاءنا بعض الأسلحة تطوعا جاءنا من البلدان الشقيقة مصر من سوريا من بعض البلدان أعطونا أسلحة تطوعا جمعناهم من بقايا الحرب عليهم الثانية ولكن بعد ما تهيكلت الثورة في فرنسا بدأوا المهاجرين بدأت الثورة التحريرية تشري سلاح بدرها مها ما تطربش على وقت أخر هذه الأموال كانوا يجمعهم المهاجرين سواء في داخل الوطن التي تسمى تبرعات تروح لعائلة شهداء وغيرهم أما الدراهم اللي كانوا يجمعون في فرنسا وفي ألمانيا وفي الجبهة الأوروبية فكانت مباشرة توجه لتسيير وشراء الأسلحة والجزائر بفعلها استقلت وحازت على استقلالها فالبهاجرين دورهم كان دور أساسي في دعم اقتصاد الثورة ودعم الثورة ونجح الثورة اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا هل من سؤال أخضر أنا كملت في الجواب زي سؤال يعني أستاذ يعني هي النقاط كثيرة أيضا أستاذ ماذا يمكننا نقول للجيل اليوم في هذه الذكرى على جيل اليوم الاشتفاف حول دولته لأن الدولة هذه اللي هي الجزائر الحبيبة هي الأم وما كانش شخص يحبك أكثر من الأم الأم تحب ولادها وتلم ولادها وماذا بينا هذه الجزائر يلتفون حول أمهم من الجزائر ويخضمونها بصدق وتفاني مثل ما خدموا أجدادهم أجدادنا اللي قاوموا لاستعمار الفرنسي وكتشوفت حتى رؤوسهم حزت ودوهم إلى فرنسا ثم اللي قاموا الشهداء اللي ضحوا بالنفس والنفيس الشهداء الجزائر المليون ونص اللي ماتوا على هذا ياحي محمد كما تشاهدون مشاهدين الأكارم في أسفل الشاشة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يقف دقيقة صمت في تمام الحادية عشر صباحا ويقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء شهداء مجازر السبع عشر أكتوبر ألف وتسعمائة وواحد وستين الوقف التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية حضرها مستشارون وإطارات برئاسة الجمهورية كما تشاهدون كما هو ظاهر في أسفل الشاشة تشاهدون وتسابعون الصور كما تشاهدون هو على شاشاتنا بالإخبارية الجزائرية التلفزيون الجزائري نتابع النقاش قلت المهاجرين كانت دورهم دور فعال ودور رئيسي في جلب الأموال وفي جمع الأموال وتبرعات اللي كانوا جمعوها وأموال كانت طائلة كانت تمثل ميزانية دولة وفعلا هذه الأموال هي اللي الثورة استمرت قدرت تنجح هذه الأموال اللي كانوا شروعها قلت شروع بها الأسلحة شروع بها كل ما يلزم الثورة من مؤن وفعلا وكانت منها من يدخل الجزائري لإغاثة وللاجئين اللي كانوا في الحدود اللاجئين الجزائري ما تنساش باللي كان قريب زوج ملايين لاجئ جزائريين هذو اللي هربوا من بطش الثورة من بطش الاستعمار في الثورة خلال العمليات الهمجية اللي كان يقوم بها الجيش فرنس يعني الذين نزحوا خلال الثورة لا لا مش غير طواعية شغل بس يفعلهم هربوا كيف بدأت الثورة هنا طواعية وقصرا قصرا لأنه الجيش الفرنسي في الجزائر لما بدأ فيها هذا دايما نرجع للعهد تعدو قول 158 لأنه المهاجرين في الأول راحوا طوعا هربوا بدينهم هربوا مالهم أما في الفترة تعد الثورة لما اشتدت الثورة ما تنساش الجيش الفرنسي بدأ يمشط الجبال وحاصر الجبال وجاب هذه العمليات الكبرى الحجارة الكريمة والحزام وكذا القضاء قدر يخنق الثورة في تلك الفترة دار مناطق محرمة اجمع الجزائرين في محتشدات أما الذي يقدر يهرب الشرق والغرب هربوا الحدود الأستاذ محمد يحي الأستاذ والبحث في التاريخ شكرا جزيلا على الشكر على تلبية الدحو الدعوة عفوا وكل هذه الإضافات في هذه المحطة المفصلية من تاريخ الثورة التحريقية الشكر مصر لكم مشاهدنا على كرم الإصغاء والمتابعة الحدث والمحطة والاحتفالية بيوم الهجرة إلى اللقاء شكرا والعفو